مشكلة هي مشكلة يعني متعلقة بالستاتات أكتر شوية من رجالة ولا الاتنين؟ لا 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 خالف أنا بس إحنا عايزين نعرف أسباب الستريتش مارك والسلوليت الستريتش مارك دي تمددات وفي منها لون هنبيتي سهلة العلاج ودي غالبا من الكورتزونات هعيد تاني غالبا من الكورتزون واستخدامه والرياضة نرجع بقى الرياضة الزائرة بص دي ستريتش مارك ده ستريتش مارك بتاع كورتزون من غير ما بص يعني ايه بقى منظر الصعب ده دكور الصعب ده يعيني غصبا عنها وغصبا عن الدكتور أخذت كورتزون ابتدت يعني يحصل انتفاخ ينزل يبتدي يبين ستريتش مارك لونه روز حيبتدي تتعالج جدا 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 الشباب بيروح الجيم أنا مبسوط انه بيروح الجيم لكن أنا عايزه يعبل حاجة اسمها تسخين قبل ما يبتدوا شوفوا اللعيبة بتاعت برا يعني أنا بعض طول الوقت بينزلوا امتى؟ بينزلوا قابليها بساعة يبتدي يسخن نص ساعة وبعدين يبتدي يلعب لو انت حتى الكوتش بتاعك قالك اتزل على طول وويتس ومش ويتس وضغط وبتاعه يقول انه ضروري اسخن لو ما سخنشي الستريتش مارك بتاعت الجيم بتيجي بالعرض كمان ورا في الظهر كده طاخ 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 وصاحبها مش هيشوفها مش هيشوفها وتبتدي تبا الدنيا فيها الستريتش مارك عند في حق الناس بتاع دول يقولك باي وطراي وكده وبينش باي وطراي وبينش أنا مش معطرد بس ضروري يسخنوا قبل ما يبتدوا يعملوها لان بعد كده هو نفسه بيتدايق من شكلها يعني الصاحبها او المريض بتاعها بيتدايق جدا من شكلها هي ازمتها شكلية بس يا دكتور ولا لا يا ابعة تانية لا هي شكلية بس ساعات يعني تتمادة اوي لدرجة بتدايقه يعني بتدايق وبتدايق وبالتالي فيه التاني سبب واهم منه التخسيس شوف دي ستريتش مارك لونها قبيع يعني دي علاجها تاخد مدة اطوى لكن اللي اهم من كده وكده اللي هما بيعملوا عمليات تخسيس لما تيجي يعملوا عمليات تخسيس وتحويل مصار هتلاقي 100% حصل الآتي هيحصل حاجات كده هيبتدي يحصل ستريتش مارك اللونها ابيض خصوصا اللي بعد الحمل اللي بعد الحمل كمان بيبقى الجسم كله مليان ستريتش مارك لا ضروري لما ييجوا يعملوا عمليات تحويل مصار وا 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 حزبوا من حكتين هقولهم ستريتش مارك لانهم بألوانها وأنواحها والاهم منها السلوليد السلوليد ده يبتدي يبان الاول اي حد يكربش جسمه كده يبتدي يلاقي نقط زي نقط كده بعدين يبتدي يلاقي حتة طلعت وهضاب تموجت التموجات دي بتدايق طبعا بتدايق الصراحة يعني بتدايق لكن ما شاء الله علاجها بالاجهزة الجديدة دي كويسة إلى يعني بتعمل شغل حل وتروح الحاجات دي